تارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفعي الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة التمرين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية والمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول ترين أمام الصدر تمرين تدي ترين 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 ت تمرين مع بعض تمرين ابتدي نلقوف تمرين أمام جم، أمام، تحت. نبدأ التمرين مع بعض. واحد، ني، ثلاث، أربع، أمام، جم، أمام، تحت. واحد، ني، ثلاث، أربع، واحد، ني، ثلاث، أربع. من وضوع الوقوق، ندرينا الى ثبات الوسط، ننتقل خطوة اليمين، ثم الأفزمات، ثم الأفزمات،ثم ننتقل خطوة الوسعات، ثم الأفزمات، ثم الأفزمات، ثم العودة المنتصر. من الوقوف بدح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى في الوسط والضراع اليسرى فوق الرأس الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم طلابي وطالبات الصف الأول ثانوي في يوم جديد وفي جزئية جديدة لها علاقة بما سبق تابع قياس المادة فكرتنا الرئيسية تدور حول وحدة يستعملها الكيميائيون هي وحدة المول تستخدم هذه الوحدة لعد الجسيمات ومن هذه الجسيمات الذرات والأيونات والجزيئات ووحدات الصياغ الكيميائية هذه الجسيمات متناهية في الصغر فتستخدم وحدة المول لعد هذه الجسيمات على حسب الجزئية السابقة ولها علاقة بجزئية اليوم ماذا درسنا في الحصة السابقة أو ماذا تعرف عن وحدة العد وعن الجسيمات وعن عدد المولات ممتاز وضعنا علاقة بين من ومن عدد الجسيمات والمولات ممتاز طريقة التحويل من ممتاز من مول إلى عدد جسيمات فكنا نوجد في كل مرة عدد جسيمات سواء كانت عدد ذرات عدد جزيئات عدد أيونات أيضا عدد وحدة الصيغة كيميائية رائع جدا إذن على أساس أن المول هو الوحدة الأساسية النظامية فواحد مول كم يساوي ممتاز عدد أفو قادر وقيمة العددية الذي لابد من حفظها 6.2 من 100 في عشر أس 23 رائع جدا إذن درسنا علاقة المول بعدد أفو قادر وتحويل من مول إلى جسيمات أخذنا قانون حساب عدد الجسيمات سواء ذرات أو أيونات أو جزيئات أو وحدة الصيغة ثم بعد ذلك طبقنا عليها بعض القوانين لإيجاد أو المسائل التدريبية على حساب باستخدام قانون عدد الجسيمات تساؤل اليوم تعلمنا طريقة تحويل المول إلى عدد جسيمات ماذا بالعكس لو حولنا عدد الجسيمات إلى مولات ممتاز سوف يكون محور درسي بعد تحقيقنا لهذه الأهداف تحديد الوحدة النظامية الدولية المستخدمة لقياس كمية المادة توضيح نوع العلاقة بين المول وعدد الجسيمات كيفية اختيار عامل تحويل مناسب لحساب عدد المولات اليوم اليوم سيكون تحويل من الجسيمات سواء ذرات أو أيونات أو جزيئات أو وحدة صيغة إلى مولات ثم بعد ذلك نطبق قانون عدد المولات في حل المسائل التدريبية مراجعة لما سبق يقول السؤال ما الوحدة الدولية النظامية الأساسية لقياس كمية المادة الجسيمات الصغيرة المتناهية في الصغار ممتاز ستكون الوحدة المول سؤال آخر يقول ما هو هذا العدد ستة فاصلة ثنين من مئات في عشرة أو الثلاثة وعشرون العدد رائع نسبة لأميدو أفو قادرو عدد أفو قادرو سؤال آخر يقول عدد المولات في عدد أفو قادرو في الحصة الماضية كنا نضرب عدد المولات في عدد أفو قادرو في كل مرة لحساب من؟ عدد الجسيمات أيضا لدينا مسألة حسابية عدد ذرات النايتروجين في أربع مول فقط من جزء النايتروجين هل هي أربعة من عشر في عشرة أس أربع عشرين أم واحد فاصل أربعة في عشرة أس أربع عشرون أم ثلاثة فاصل خمسة في عشرة أس أربع عشرون أم أربعة فاصل ثمانية في عشرة أس أربع وعشرون ذرة أيها يكون صحيح نقوم بالعدد أو بعمل مسألة تدريبية للحل أولا القانون يقول ماذا؟ نريد عدد ذرات رائع عدد الذرات للنايتروجين يساوي إذن هذا بداية القانون القانون في الحصة الماضية ممتاز عدد المولات ضرب عدد أفوغادرو عدد المولات ضرب عدد أفوغادرو المولات موجودة في المسألة أربع مول أين عدد أفوغادرو؟ ممتاز تم حفظه تم حفظ القيمة العددية لا توجد في المسألة إذن أربعة نقوم بضربها في 6.2 في 10.23 عند عملية الضرب سيكون الناتج لذرة أربعة مول فقط هو ممتاز 2.4 في 10 أس 24 ذرة واحدة فقط من النايتروجين لأنه قال فقط لأربعة مول إذن الاختيار سوف يكون ألف ممتاز 2.4 في 10 أس 24 هذا الاختيار الصحيح من ذرات نيتروجين إذا قال لي بعدد ذرات الناتروجين موجودة في الجزي فأخذ هذه القيمة العددية التي حصلت عليها وأقوم بضربها بعدد الذرات موجودة في الأسفل ذرتين إذن نقوم بضربها في ذرتين فنحصل على العدد كامل داخل الجزي عدد الذرات الكاملة للجزي كامل ولكن هنا يريد لأربعة مول فقط لأننا لو أخذناها لذرتين بالضرب سوف تعطي بعد ذلك لو عكسناها وحسبنا عدد المولات تعطي أكثر من أربعة مول ضعفها ثمانية مول إذن ننتبه لهذه النقطة إذن تابع قياس المادة تذكر دائما عدد أفو قادرو قيمة العددية لابد من حفظها كم؟ ممتاز 6.200 في 10 أو 23 هذا الرقم دائما نتذكر أنه رقم كبير جدا وضخم جدا ولا يناسب عدد أي شيء آخر غير الجسيمات المتناهية في الصغر ممتاز إذن هذا هو عدد أفو قادرو قيمة عددية أيضا ملاحظة مهمة المول الواحد في الوحدة النظامية الدولية كم تساوي؟ رائع تساوي عدد أفو قادرو من أي من كانت من الجسيمات سواء هذه الجسيمات كانت ذرات، جزيئات، أيونات، وحدة صغر كيميائية إذن المول الواحد يساوي هذا الرقم أحتاجها في كثير من المسائل فلابد من حفظ هذه القاعدة نأتي الآن إلى التحويل والتحويل يكون بين المول والجسيمات قاعدة ثابتة وعلى حسب المطلوب أحرك في القاعدة كما قلت لكم في السابق القاعدة تقول أو القانون يقول أن عدد الجسيمات سواء كانت ذرات أو أيونات أو جزيئات أو وحدات صيغة كيميائية عدد الجسيمات أي أن كانت القاعدة تقول ماذا؟ تقول عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو إذن العملية الحسابية ضرب عدد المولات ضرب عدد أفو قادرو هذه أساسية كقاعدة أساسية على حسب ما أحتاج من هذه المتغيرات حسب حاجتي للمتغير أقوم بتحريك القانون إذن هذا هو القانون الأساسي إذن بالأمس كان عدد الجسيمات هو المطلوب فالقانون هو نفسه عدد الجسيمات يساوي عدد المولات عدد أفو قادرو ولكن اليوم تحويل الجسيمات إلى عدد مولات نكتب القانون ونبدأ نتأمل لابد من تعديله الآن أريد عدد المولات هي المطلوبة عدد الجسيمات معطاه كيف لي أن أحرك القانون تحريك عملية رياضية لا أريد هذا المتغير بجانبه عدد أفو قادرو لا أريده بجانب عدد المولات أنظر للعملية الآن وأقوم بإرسال عدد أفو قادرو للطرف الآخر بعكس هذه العملية عكس الضرب قسمة ممتاز إذن قم بإرساله للطرف الثاني سوف أرسله لاحظ علامة القسمة إذن لا أقوم بإرساله في البسط لا سأقوم بإرسال عدد أفو قادرو للطرف الثاني في المقام إذن بهذه الطريقة قمت بتحريك القانون انتبه لطريقة تحريك القانون إذن القانون الأساسي هو عدد الجسيمات تساوي عدد المولات في عدد أفو قادرو المطلوب في المسألة اليوم احسب عدد المولات احسب عدد المولات طريقة التحويل أريد عدد المولات لوحدها فأخذ الآن المتغير عدد أفو قادرو وأقوم بإرسالها للطرف الثاني بعكس عمليته ضرب للطرف الثاني سوف يكون قسمة ممتاز ولكن تحت في المقام إذن تصبح طريقة كتابته عدد المولات أصبحت لوحدها بهذا الشكل يساوي من في البسط عدد الجسيمات ممتاز سواء طلبة نيذرات أو أيونات أو جزيئات أو وحدة صيغة من الذي يكون في المقام؟ الذي قمنا بإرساله للطرف الآخر عدد أفو قادرو في المقام بهذا الشكل يكون التحويل الحقيقي أو الصحيح للقانون والتعديل في القانون نقوم بالتعديل بشكل صحيح إذن أحفظ القانون الأساسي حسب الطلب الذي يقوم بطلبه في المسألة أقوم بتحريك القانون التحريك لا بد أن يكون بهذا الدقة وبهذه الطريقة الصحيحة حصلت على القانون الآن إذن في الأعلى عدد الجسيمات وفي المقام عدد أفو قادرو في هذه الطريقة التحويل من الجسيمات ذرات أيونات جزيئات وحدة الصيغة إلى المولات على حسب ما تعلمنا سابقا نقوم بحل هذه المسألة يقول السؤال احسب عدد المولات أنا حافظ الآن أو أنت حافظ القانون يقول أن عدد الجسيمات تساوي عدد المولات في عدد أفو قادرو يريد عدد المولات تحرك القانون تصبح عدد المولات الوحدة وتصبح لدي في الطرف الثاني قسمة بين من ومن في البسط الجسيمات وفي المقام ممتاز عدد أفو قادرو إذن عدد المولات هو المطلوب من السكاروز في 2.11 في 10 أس 24 جزيئ إذن أعطاني عدد الجسيمات ليه جزيئ أفو قادرو نحن نحفظ قيمة أفو قادرو نطبق القانون ولكن بمراحل أولا يقول أولا لابد أن أستخدم عامل تحويل صحيح حتى أستطيع أن أحذف الوحدات فأحصل على الوحدة المطلوبة وهي عدد مولات مول الوحدة المطلوبة اليوم ولا ننسى أن 1 مول يساوي عدد أفو قادرو في هذه العلاقة أقوم بإيجاد علاقة بين المول وعدد أفو قادرو بطريقة عامل تحويل بطريقة قسمة نسبة بين عدد أفو قادرو و1 مول فتكون كالتالي تستخدم عامل التحويل الذي يكون على شكل مقلوب لعدد أفو قادرو إذن أولا أضع عدد أفو قادرو في البسط والمول في الأسفل في المقام الطريقة الثانية أقلب أفو قادرو مقلوب أفو قادرو فيصبح الآن المول في الأعلى وعدد أفو قادرو في الأسفل في المقام بهذا الطريقة لدي الآن عاملين تحويل والمطلوب مني أن أختار عامل التحويل الصحيح عامل التحويل الصحيح أريد الوحدة بالمول إذن أريد أن أتخلص من وحدة من؟ الجزي وهي الجسيمات فلو أخذت عامل التحويل الأول وضربتها في قيمة الجزي فلا أستطيع أن أحذف الجزي مع الجزي في البسط مع البسط لا أستطيع لابد أن نحذف الوحدات بشكل متعاكس بسط مقام لو لاحظنا عامل التحويل الثاني فسوف أضربها في قيمة الجزي سينحذف الجزي في البسط مع الجزي في المقام الجزي هو أحد الجسيمات إذن هذا هو عامل التحويل الصحيح إذن نختار هذا عامل التحويل الصحيح وأبدأ بتطبيقه إذن يقول استخدم عامل التحويل الصحيح الذي يكون فيه عدد المولات في البسط وعدد الجزيئات وهي الجسيمات في المقا هذا هو عامل التحويل الصحيح والسبب سوف أقنعك الآن في السؤال أعطاني 2.11 في 10 أس 24 جزيئ أريد أن أتخلص من وحدة الجزيئ حتى يكون الناتج بوحدة المول لو أخذنا عامل التحويل الثاني سيعطي 1 مول في البسط و 6.2 من 100 في 10 أو 23 جزيئ من سكر الجليكوز إذن الجسيمات منها الجزيئات إذن الآن أحذف جزيئ في البسط هنا مع جزيئ في المقام هنا لاحظ هذه في البسط لم أقسمها على أي قيمة عددية في البسط جزيئ من هنا مع جزيئ في المقام فلا تصبح لدي إلا وحدة واحدة الآن أمامي وهي المول أقوم بالقسمة الآن باستخدام الآلة أو في الطريقة المبسطة سوف أحصل على القيمة بوحدة المول 3.5 مول إذن حصلت على القيمة بوحدة المول باختيار عامل تحويل صحيح مناسب من أي جهة صحيحة أو من أي جانب صحيح لكي أستطيع حذف الوحدات المتعاكسة وأحصل على الوحدة الصحيحة المطلوبة وهي المول لو أخذت العامل الآخر تحويل لن أحصل على وحدة المول إذن هذه هي طريقة كتابة الصيغة أو كتابة القانون بشكل صحيح للحصول على الوحدة الصحيحة الآن لاحظ معي الآن وتأمل السكروز هذا هو عبارة عن التركيب البنائي للسكروز هذا التركيب يسمى بالعصى والكرة نماذج العصى والكرة بحيث اللون الأسود هو الكربون سي اللون الأحمر هو الأكسوجين لاحظ معي اللون الأزرق في الكرات هي الهايدروجين سؤاله هنا في الكرة والعصى والوصلات المستخدمة جزئ السكروز وحدة واحدة مكونة من عنصر كربون باللون الأسود هيدروجين باللون الأزرق والأكسوجين باللون الأحمر سؤاله استعم بهذا النموذج وأوجد جزئ السكروز أكتب صيغة كيميائية نحن نعرف أنها كربون هيدروجين أكسوجين أريد العدد قم بعد الكرات السوداء وأعطني الكربون كم؟ بعد العد لو قمت بعدها معكم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ذرة كربون ممتاز الهيدروجين لو قمنا بعدها لون الأزرق اثنان وعشرون ذرة هيدروجين والأكسوجين بلون أحمر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر ذرة أكسوجين إذن هل أستطيع الآن كتابة صيغة؟ ممتاز C12H22O11 بهذه الطريقة استطعت أني أقوم بعدها من خلال الصيغة البنائية أو نموذج الكرة والعصى وتعرفت على صيغة السكرز في طريقة كتابتها كصيغة جزئية ولست بنائية هذه جزئية سؤال اكتب عاملي التحويل استخدمناها قبل قليل اكتب عاملي تحويل الذين يمكن الحصول عليهما من عدد أفو قادرو العامل التحويل الأول ممتاز أفو قادرو في البسط وفي المقام واحد مول ممتاز عامل التحويل الآخر ممتاز مقلوب أفو قادرو ممتاز إذن العامل الأول أفو قادرو مقامها واحد مول العامل الثاني مقلوب أفو قادرو بهذه الطريقة واحد مول على عدد أفو قادرو إذن هذه هي عاملي التحويل التي تم استخدامها أو نستطيع أن نحصل عليها نتذكر معا القانون الخاص بدرس اليوم إذا أردت تحويل الجسيمات قال لديك الآن عدد ذرات عدد جزيئات عدد من وحدات الصيغ احسب عدد المولات المطلوب هو عدد المولات في هذه الحالة استخدم هذا القانون الذي قمنا بتحويل من بداية الحصة عدد المولات ليست إلا قسمة نسبة بين عدد الجسيمات أي كان الطلب على عدد أفو قادرو إذن هذا هو قانون الذي سوف نستخدمه اليوم بإذن الله إذن من القانون الأساسي لعدد الجسيمات السؤال تحويل الجسيمات إلى مولات يستخدم النحاس في صناعة أسلاك الكهرباء هذه معلومة عامة عن أسلاك الكهرباء أنها مصنوعة من نحاس سؤالة احسب عدد المولات لاحظ الطلب قانوننا اليوم هو حساب عدد المولات للنحاس التي تحتوي على أربع ونص في عشرة أس أربعة وعشرون ذرة إذن الجسيم الذي أعطاني اليوم أعطاني عدد ذرات ومتأز أعطاني ذرات وطلب عدد المولات إذن أول نقطة كتابة القانون حفظنا القانون عدد مولات حدد المادة الذي طلب حسابها احسب عدد مولات النحاس إذن نكتب القانون بشكل صحيح عدد مولات النحاس يساوي نعنو نعرف أنها قسمة بسط رح يكون عدد الذرات الذي قلنا عدد الجسيمات وهي عدد الذرات على عدد أفو قادرو عدد الذرات موجود في المسألة أربع ونص في عشرة أس أربع وعشرون لكن عدد أفو قادرو ممتاز تم حفظه سابقا إذن لا يوجد في المسألة أبداً إذن نقوم بالتعويض الآن إذا وضعنا عدد الذرات في البسط مقامها عدد أفو قادرو ونبدأ بالقسمة بالقسمة سوف أحصل على الناتج احسب ماذا؟ عدد المولات إذن مول إذن سيكون الناتج سبعة فاصلة بالتقريب رح يكون خمسة إذن سبعة فاصلة ثمانية واربعون مول من النحاس إذن أستطيع تقريبها وأقول سبعة فاصلة خمسة مول من النحاس إذن بهذه الطريقة أقوم بحل مسائلي لدرس اليوم إذن أقوم بتثبيت هذا القانون التغيير يكون دائماً في البسط إما عدد ذرات إما عدد جزيئات إما عدد وحدة صيغة على حسب المعطى في المسألة أو المطلوب استخدامه لاحظ معي ما عدد المولات؟ السؤال لا زال يسأل عن عدد المولات اليوم لكن ما المعطى؟ قال خمسة فاصلة خمسة سبعون في عشرة أربعة وشرون ذرة من الألمنيوم إذن أعطاني عدد ممتاز عدد ذرات إذن العنصر الذي نتحدث عنه هو الألمنيوم فأقوم الآن بكتابة القانون عدد المولات يساوي؟ لا عدد مولات الألمنيوم يساوي أتحدث عن المادة التي أراد أن أحسب لها عدد مولات فأقول عدد مولات الألمنيوم يساوي لماذا نكتب المادة دائما هنا قد احتاجها في الحصص القادمة لحساب كتة المولية؟ لابد من ذكر المادة التي أتعامل معها عند حساب عدد مولاتها إذن عدد مولات الألمنيوم يساوي بسطها هو المعطى عدد الذرات ممتاز على عدد أفو قادرو نحن نحفظ قيمة عدد أفو قادرو نقوم بالتعويض الآن عدد الذرات كما أعطاني في المسألة 5.75 في 10.24 عدد أفو قادرو 6.2 من مئات في 10.23 قسمة الرقمين على بعض سوف يعطيني ما أريد وهو عدد مولات الألمنيوم كم قيمة عدد مولات الألمنيوم؟ 9.55 مول ألمنيوم ممتاز أستطيع تقريب هذه القيمة العددية إذن 9.55 مول من الألمنيوم بهذه الطريقة أوجدت عدد مولات الألمنيوم سؤال آخر ما عدد مولات كل من؟ انتهينا من الألمنيوم الآن يريد 2.5 في 10.20 ذرة من الحديد إذن المعطى عدد ذرات العنصر الحديد يريد عدد مولاتها القانون لازال كما هو ولكن لابد من ذكر اسم المادة جنب عدد المولات فنقول عدد مولات الحديد يساوي أنا الآن أحسب عدد مولات من؟ لابد من ذكر المادة المطلوب حساب عدد مولاتها يساوي عدد الذرات لماذا وضعت في البسطة عدد الذرات؟ لأن أعطاني هي عبارة عن 2.5 في 10.20 ذرة إذن عدد الذرات على عدد أفوغادرو نضع القيم العددية وعدد أفوغادرو نحن نحفظ قيمة عدد أفوغادرو نقوم بالعملية الحسابية لنحصل على المول وعدد مولات الحديد فتكون 4.15 في 10 أس ناقص أربعة ننتبه إذا استخدمنا الآلة أنها في نهاية العدد مضروبة في أس ناقص أربعة في بعض الأحيان الطلاب الطالبات يأخذون بداية الرقم ولا ينتبهون للأس أنه يعطي أس في بعض الأحيان يستاذى مول حتى المول قد تكون تعطي القيمة العددية لأن البسط هنا لاحظ أصغر من المقام فيعطي ضرب 10 أس ناقص أربعة مول من الحديد إذا ننتبه عند استخدام الآلة يعطي أس في نهاية الرقم في بعض الأرقام أو بعض عمليات القسمة أو الضرب سؤال احسب أيضا عدد المولات لاحظ معي المعطام 3.75 في 10 أس 24 جزي لاحظ الوحدة جنبها إذن جزي من ثاني أكسيد الكربون إذن القانون عدد المولات يساوي من في البسط هل أكتب عدد الذرات في كل مرة لا إذن جزي لأنه أعطاني الوحدة بجانب الرقم جزي أنتبع عند كتابة الصيغة إذن عدد مولات من أنا أريد حسابها ثاني أكسيد الكربون تساوي عدد الجزيئات لأنه أعطى جزيئات على عدد أفو قادرو أقوم بوضع القيم العددية في البسط والمقام بسطها عدد الجزيئات والمقام هو عدد أفو قادرو نحن نحفظ قيمته بعد استخدام الآلة سوف يعطي عدد مولات ثاني أكسيد الكربون بقيمة 6.23 مول من ثاني أكسيد الكربون دائما إذا وضعت القيمة العددية كناتج أكتب مول مول من من؟ أنت تحسب عدد مولات من؟ إذن مول من ثاني أكسيد الكربون إذن حتى أؤكد أنني وصلت إلى النتيجة أو الإجابة إذن بهذه الطريقة لاحظوا السؤال الأخير الآن في مساء التدريبية يقول احسب أيضا عدد المولات المعطاء 3.58 في 10 أس 23 جزيئ من كولوريد الخارصين الثنائي إذن كولوريد الخارصين الثنائي المطلوب منها حساب عدد مولات ولكن المعطاء جزيئات إذن البسط نكتب عدد مولات أكتب اسم المادة أحتاجها في الحصوص القادمة كولوريد الخارصين الثنائي يساوي في البسط عدد الجزيئات من أين أتت عدد الجزيئات؟ من المعطاء فالمعطاء جزيئات على عدد أفوغادرو نحن نحفظ القيمة العددية له مجرد تعويض مباشر بسطها القيمة المعطاء مقام هو عدد أفوغادرو نحن نحفظ القيمة بإتمام عملية القسمة سوف نحصل على عدد مولات كولوريد الخارصين وهي فاصلة تسعة وخمسين من مئة فاصلة تسعة وخمسين مئة مول أكمل الإجابة ممتاز من كولوريد الخارصين الثنائي بهذه الطريقة استطعت أن أكتب أو أحصل على المولات ولكن لا أنسى الوحدة ومن مين أو من من أحسب من أنا مول من من إذن من كولوريد الخارصين مول من الحديد على حسب بالمطلوب في المسألة أكمل إجابتك بشكل صحيح الآن السؤال يقول عدد الجسيمات سواء كانت ذرات أيونات جزيئات وحدة صيغة تقسيم أي أن هذه العبارة هذا المتغير موجود في البسط تقسيم عدد أفوغادرو إذن هذا في المقام وهذا في البسط العملية قسمة هل يكون عدد التأكسد أم عدد الكتلة أم عدد المولات أم عدد الجسيمات عدد من أستطيع حسابه بعملية القسمة التي في الأعلى ممتاز عدد المولات رائع سؤال أيضا عدد مولات الصوديوم فيه يريد عدد مولات الصوديوم 2.4 في 10 أس 24 ذرة من الصوديوم إذن طريقة الحل يا أستاذة نستخدم قانون ممتاز عدد المولات يساوي من المطلوب أو المعطى ذرة عدد الذرات على عدد أفوغادرو رائع عدد الذرات على عدد أفوغادرو تعويض الآن مباشر في البسط سوف نضع القيمة المعطى 2.4 أس 24 وفي المقام عدد أفوغادرو رائع بإتمام عملية القسمة رائع سوف يعطي 3.98 أستطيع أن يستخدم فيها تقريب مول من الصوديوم أين هي الإجابة الآن؟ رائع فقارة دال لـ 3.98 مول وهذه الإجابة الصحيحة بعد تطبيق القانون هذه كثير من الأسئلة تحدث أو تأتي في التحصيلي فالتحصيلي إذا جاءت أسئلة بهذه الطريقة لابد أن أكون أنا على علم بقانون عدد المولات عدد الجسيمات ستستطيع أن أحل بشكل سريع في الجانب ثم أعطي الخيار إذن ننتبه لطريقة الحل هذه اختياري تأتي في التحصيلي بهذا الشكل إذن ماذا درسنا اليوم؟ ممتاز درسنا طريقة تحويل الجسيمات إلى عدد مولات قانوننا بعد التحريك يقول ماذا؟ رائع جدا عدد المولات يساوي ممتاز عدد الجسيمات على عدد أفو قادرو أي أن كانت الجسيمات ذرات، جسيئات، وحدات صيغة على عدد أفو قادرو قيمة أفو قادرو ممتاز يتم حفظها إذن علاقة المول بعدد الجسيمات ثم تحويل الجسيمات إلى مول درسنا قانون حساب عدد المولات وطبقنا على هذا القانون أكثر من تدريب على ذلك في النهاية في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طائف رئيسة فنجد أول طائفة من طواعف الرخويات بطنية القدم وأيضا الطائفة الأخرى وهي رأسية القدم والطائفة الثالثة ذات المصرعين فلو جئنا الآن إلى أول طائفة لدينا في درسنا لهذا اليوم وهي بطنية القدم ما هي النوع وما هي هذه الطائفة ما هي خصائص الرخويات بطنية القدم أولا نجد بأنه بطنية القدم أو طائفة بطنية القدم هي أكبر طواعف التي توجد في شعبة الرخويات إذن أكبر طائفة من طواعف الرخويات هي طائفة بطنية ماذا؟ بطنية القدم هناك دلالة على تسمية هذا النوع أو هذه الطائفة بهذا الاسم لماذا سميت بطنية القدم بهذا الاسم؟ نجد بأن بطنية القدم سميت بهذا الاسم طبعا لوجود قدم هذه القدم توجد تحت المعدة من الجهة البطنية فإذن بناء على وجود مكان أو مكان وجود القدم سميت ببطنية ماذا القدم أيضا معظم بطنيات القدم لها صدفة واحدة لها صدفة ماذا واحدة مثل الحلزون وإذن البحر طبعا هنا في صورة أمامكم لإذن البحر كما نلاحظ لها صدفة ماذا لها صدفة واحدة وأيضا القدم كما نلاحظ توجد أو باتجاه البطن فبالتالي تنتمي أو ينتمي هذا المثال إذن البحر إلى هذه الطائفة بطنية ماذا القدم أيضا البعض الآخر من أفراد هذه الطائفة ليس له أصداف ليس له ماذا أصداف ولكن تستطيع هذه الأنواع التي لا تمتلك أصداف بأنها تفرز طبقة مخاطية تفرز طبقة ماذا مخاطية طبعا لها أهمية ولها دور بالنسبة للطبقة المخاطية تساعدها في عملية ماذا الحركة أيضا الموطن البيئي بالنسبة لأفراد بطنية القدم نجد بأن هناك تفاوت في مكان وجود أفراد هذه الطائفة فالبعض من أفراد هذه الطائفة يوجد أو يعيش في المياه المالحة والبعض الآخر يعيش في المياه العذبة والبعض الآخر يعيش في البيئات اليابسة الرطبة فإذن هناك تفاوت في الموطن البيئي لأفراد هذه الطائفة أيضا النوع الآخر أو الطائفة الأخرى من طوائف الرخويات وهي ذات المصرعين ذات ماذا المصرعين فنجد أن الرخويات ذات المصرعين لها صدفتان كما نلاحظ من خلال هذه الصورة لاحظ الآن الأسقلوب وهو أشهر مثال على هذه الطائفة لها صدفتان كما نلاحظ فنجد بأن ذات المصرعين سميت بهذا الاسم لأنها تمتلك ماذا صدفتين كما نلاحظ من خلال هذا المثال أيضا نجد بأنه بعض أنواع أو أنواع ذات المصرعين بطيئة الحركة مثل الأسقلوب الواضح أمامكم على الشاشة فهو يتحرك ولكن حركة الأسقلوب نجد بأنها حركة ماذا حركة بطيئة أيضا يعيش معظم أفراد هذه الطائفة ذات المصرعين في البيئات المائية المالحة ولكن القليل من أفراد هذه الطائفة تعيش في المياه ماذا العذبة إذن أغلب أفراد هذه الطائفة تعيش في المياه ماذا المالحة أيضا تضم هذه الطائفة ذات المصرعين لدينا أيضا مثل المحار وأيضا بلح البحر طبعا المحار جدا مشهور ويستخرج منه اللؤلؤ أيضا في الطائفة الأخرى لدينا في الرخويات وهي طائفة رأسية القدم رأسية ماذا القدم أفضل وصف لهذه الطائفة من الرخويات بأنها ماذا حيوانات سريعة حيوانات ماذا سريعة بعكس قبل قليل ذكرناها الأسقلوب ذات المصرعين بطيئة ماذا الحركة فلاحظ الحركة الآن بين أفراد الرخويات تتفاوت فالبعض منها سريع والبعض منها ماذا بطيئ أيضا لماذا سميت رأسية القدم بهذا الاسم لماذا سميت هذه الطائفة بهذا الاسم نجد بأن القدم يكون من جهة ماذا من جهة الرأس أشهر الأمثلة على هذه الطائفة طائفة رأسية القدم لدي أمثلة كثيرة جدا مشهورة مثل الحبار وأيضا السبيدج وأيضا الأخطبوط فهذه الأمثلة هي أشهر الأمثلة على رأسية القدم أو طائفة رأسية ماذا القدم فنجد أن القدم في هذه الطائفة كما نلاحظ مقسم إلى أذرع ولوامس فلاحظ هنا في السبيدج نجد بأن القدم مقسم إلى أذرع كما نلاحظ ولوامس أيضا تحتوي على ممصات هذه الطائفة تستخدم هذه الممصات في عملية الإمساك والقبض على الفريسة فنجد كما ذكرنا قبل قليل هناك تفاوت بين خصائص ماذا بين خصائص الرخويات أيضا هنا لدينا الحماية آليات الحماية في الرخويات طبعا الرخويات لديها القدرة على أن تحمي نفسها من المفترسات الأخرى ولكن ما هي الآليات التي من خلالها تستطيع أن تحمي نفسها فنجد هناك اختلاف نوعا ما في آلية حماية الرخويات لنفسها من المفترسات الأخرى فنجد الأخطبوط وهو مثال جدا مشهور على الرخويات كيف يقوم الأخطبوط بالدفاع عن نفسه أو حماية نفسه أولا الأخطبوط يضخ الماء بشكل كبير جدا فيسمى الدفع النفاث ماذا يستفيد الآن الأخطبوط عندما يضخ الماء بشكل كبير جدا أو بين قوسين الدفع النفاث طبعا يكون هذا الدفع كبير جدا فبالتالي يسرع من حركة ماذا الأخطبوط فبالتالي يتوارع عن الحيوانات المفترسة الأخرى أيضا نفس الأخطبوط لديه قدرة أيضا على ماذا؟ على إطلاق مادة حبرية على إطلاق ماذا؟ مادة حبرية عندما يشعر بالخطر أو عندما يشعر بقدوم حيوانات مفترسة طبعا هذه المادة الحبرية ماذا تعمل؟ تشكل غيمة أمام الحيوان المفترس الآخر فبالتالي لا يستطيع هذا الحيوان المفترس من رؤية الأخطبوط فمن خلال هذه الآلية يستطيع الأخطبوط من الاختفاء أو الاختفاء عن هذا الحيوان المفترس ولكن أيضا نفس هذه المادة الحبرية قد تكون مادة مخدرة أيضا كما فسر بعض العلماء بأن هذه المادة الحبرية هي أيضا مادة مخدرة للحيوان المفترس أيضا سمك السبيدج والحبار لديها قدرة على حماية نفسها ولكن بآلية مختلفة عن الأغطبوط إذن كيف تحمي نفسها أسماك السبيدج أو الحبار؟ نجد بأن آلية الحماية بالنسبة لسمك السبيدج والحبار نجد بأنها تستطيع استخدام الحبر وأيضا الصدفة للتمويه والحرب من المفترسات فبالتالي تستطيع إنتاج هذا الحبر وأيضا عن طريق الصدفة التي تغلف الحيوان من خلالها هذه الآلية تستطيع من حماية نفسها من المفترسات الأخرى أيضا التعلم هل الرخويات قادرة على التعلم؟ وإذا كانت الإجابة نعم ما هي الرخويات الأكثر ذكاء بين أنواع الرخويات المختلفة؟ نجد بأن الأخطبوط من أذكى أنواع الرخويات وهذا الكلام علمي ومثبت عن طريق عدة تجارب فالأخطبوط من أذكى الرخويات لماذا؟ لماذا الأخطبوط من أذكى الرخويات ممتازين جدا؟ لأن الأخطبوط قادر على تعلم الأشياء الصعبة مثل ماذا؟ كتمييز جسم له شكل وله لون وتركيب محدد فعلماء الإحياء أجروا عدة تجارب تثبت هذه النظرية أن الأخطبوط أذكى أنواع الرخويات طبعا كان تجربة جدا بسيطة عن طريق وضع عدة كور باللون الأحمر وأيضا في صندوق آخر كور باللون الأبيض فوضعوا مجموعتين من الأخطبوط فعندما تم دمج الكور مع بعضها البعض في حوض واحد الأخطبوط الذي كان في الحوض الذي يوجد فيه الكرات الحمراء استطاع أن يمسك ماذا؟ الكرات الحمراء عندما تم دمجها مع الكرات ماذا؟ البيضاء وأيضا الأخطبوط الذي كان في الحوض الذي يجتمل على فقط الكرات البيضاء استطاع أن يمسك ويلتقط الكرات البيضاء فهذه دلالة على قدرة الأخطبوط على التعلم وتمييز الأشكال وتمييز ماذا؟ الألوان أيضا أهمية الرخويات هل الرخويات فائدة؟ هل لها أهمية؟ نعم هناك فائدة وأهمية كبيرة جدا للرخويات طبعا الأهمية لها عدة محاور وعدة نقاط تختلف بحسب الأهمية كما نلاحظ بعد قليل نلاحظ هنا تعد بعض الرخويات في العديد من المناطق حجر الزاوية في النظام البيئي ماذا يعني ذلك حجر الزاوية في النظام البيئي؟ أي أن لها دور كبير جدا في النظام البيئي في النظام ماذا؟ البيئي فأيضا نفس الرخويات أيضا لها دور مهم جدا في السلسلة ماذا؟ الغذائية لأن الرخويات يتشكل ماذا؟ تشكل غذاء بالنسبة للمفترسات الأخرى التي تعيش معها بنفس الموطن البيئي فمثلا هنا لدينا المحار المحار مشهور جدا المحار مشهور جدا وهو الذي يستخرج منه اللؤلؤ بالإضافة إلى هذه الأهمية أيضا للمحار له أهمية بيئية ما هي أهمية المحار الصلب؟ نجد بأنه ينقي ماذا؟ الماء ينقي الماء بالإضافة أنه يمنع تكاثر ماذا؟ تكاثر الطحالب في المحيطات أو في البحر أيضا بلح البحر أحد أشهر الأمثلة على الرخويات وله أهمية كبيرة جدا ما هي أهمية بلح البحر؟ تكمن أهمية بلح البحر بقدرة أنسجة بلح البحر على تراكم السموم بداخل هذا الحيوان ماذا يدل ذلك؟ طبعا من خلال فحص أنسجة بلح البحر نستطيع أن نميز بأن البيئة التي يعيش فيها بلح البحر هل هي بيئة ملوثة أو بيئة غير ملوثة؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق فحص أنسجة بلح البحر أيضا يستعمل الأطباء سم بعض الحلزين بعض الحلزين تستطيع أو لها القدرة على إنتاج سموم مختلفة فبعض الأطباء بعض العلماء قاموا باستخدام هذه السموم في علاج بعض الأمراض المختلفة أيضا هل دائما الرخويات لها فوائد ليس لها أضرار؟ لا بل هناك أضرار ولكنها أضرار أقل من الفوائد فمن أضرار الرخويات بأنها تسبب نخر للخشب تنخر الخشب وأيضا تتلف السفن فإذا لها إيجابيات ولها أهمية كبيرة جدا ولكن في المقابل لها بعض الأضرار التي تحدثها الرخويات طبعا هناك بعض الأسئلة في درسنا لهذا اليوم السؤال الأول أذكى أنواع الرخويات وأيضا وهو قادر على التعلم هل هو الأخطبوط أم المحار أم الحبار؟ طبعا الإجابة الصحيحة هو حيوان الأخطبوط السؤال الثاني أيضا في درسنا لهذا اليوم من الأمثلة على طائفة بطنية القدم أذن البحر الأسقلب والسبيدج طبعا الإجابة الصحيحة هي أذن البحر وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابنا وطالباتنا في أنحاء مملكتنا الغالية أهلا وسهلا بكم لنكمل سويا درس الأخطار التي تواجه التنوع الحيوي كنا بالأمس قد اتفقنا أن للإنقراضات نوعان رئيسيين أولا هما الإنقراض التدريجي ومن ثم تحدثنا على الإنقراض الجماعي عرفنا الإنقراض السابق هو موت آخر مخلوق في نوع لجماعة حيوية ما نسمي هذه العملية عملية إنقراض الإنقراض التدريجي وهو إنقراض الأنواع تدريجيا بمعنى موت المخلوقات الحية تدريجيا أو موت الجماعة الحيوية تدريجيا وذكرنا من أهم الأسباب وأبرز الأسباب التي تؤدي للإنقراض الجماعي هو تغير الأنظمة البيئية المستقرة نتيجة نشاطات المخلوقات الحية أيضا ذكرنا أن تغيرات المناخات أسهمت في إنقراض المخلوقات أو الجماعات حيوية الكوارث الطبيعية أيضا كان لها دور كبير في إنقراض هذه الجماعات تكلمنا وذكرنا أنه في الأربعة كورونا الماضية أو منذ عام 1600 ميلادي بالتحديد حتى الآن كان هناك إحصائية وعدد للأنواع وعدد الأعداد التي تم إنقراضها ما بين الأنواع التي تعيش في اليابسة الرئيسة والجزر والمحيطات وذكرنا أن الجزر كانت من أبرز البيئات التي تفتقد أو يحدث فيها إنقراض بشكل كبير بعد ذلك تكلمنا على الإنقراض الجماعي واتفقنا سويا أنه آخر إنقراض جماعي أو آخر صورة للإنقراض الجماعي حدثت قبل ما يقارب 65 مليون سنة تقريبا وذكرنا آخر خمس صور للإنقراض الجماعي وذكرنا قبل 444 مليون سنة حدث إنقراض لنوع من أنواع المخلوقات الحية نسميها الخطيات في العصر الأردو في شيء أيضا في العصر الديفوني ظهر معنا إنقراض للسمكة المدرعة قبل حوالي 360 مليون سنة تقريبا وفي العصر البارميق قبل 251 مليون سنة تقريبا انقراض نوع آخر نسميها ثلاثية الفصوص وفي العصر الثلاثي انقراض كلبي الفك قبل حوالي 200 مليون سنة ومثل ما ذكرنا آخر صورة للإنقراض الجماعي حدثت قبل 65 مليون سنة تقريبا بموت آخر مخلوق من نوع الأمونيت اتفقنا أن الإنقراض الجماعي حدث تتعرض فيه نسبة عالية من أنواع المخلوقات الحية جميعا للإنقراض في فترة زمنية قصيرة وآخر إنقراض مثل ما اتفقنا قبل 65 مليون سنة الانقراضات التدريجية التي تحدث حاليا تحدث بشكل متسارع بسرعة كبيرة تزيد عن السرعة أو سرعة الإنقراض الطبيعي بألف مرة تقريبا وهذه الإنقراضات قد تؤدي أو السرعة في هذا الإنقراض التدريجي قد تؤدي إلى إنقراض جماعي اختتمنا درسنا بأهم الأسباب التي برزت في كون المخلوقات التي تعيش في الجزيرة تتعرض لنسبة إنقراض أكبر وذكرنا أن الحيوانات الدخيلة المفترسة عندما تدخل لهذه الجزر تجد أمامها مخلوقات عاجزة عن الدفاع عن نفسها لا تملك المهارات التي تقاوم فيها مثل هذه المفترسات فيصعب عليها الهرب والاختباء أو حتى مقاومة هذا المفترس لذلك عندما يدخل أي نوع من المفترسات في هذه الجزر يتسبب في كارثة ونقص للمخلوقات الحية التي تعيش على الجزيرة أيضا عند دخول نوع من نفس الجماعة من نفس النوع للمخلوقات الحية قد يكون حامل للمرض هذه المخلوقات التي تعيش في الجزيرة ليس لديها صفات وراثية ليس لها القدرة على مقاومة مثل هذه الأمراض الجديدة فهذا يعرضها للمرض ويؤدي ذلك إلى موت هذه المخلوقات الحية وآخر الأسباب الرئيسية التي أدت للانقراض المخلوقات في الجزر وهو أن المخلوقات الحية الموجودة في الجزر تكون أحجامها صغيرة غير قادرة على التنقل بين الجزر وهذا أسهم بشكل كبير في نفوقها وانقراضها في الجزر ما بين البيئات بشكل أكبر اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن العوامل التي تهدد التنوع الحيوي وقبل أن نتكلم عن العوامل التي تهدد التنوع الحيوي سوف نستعرض أهم الأهداف التي ذكرناها بالأمس وذكرنا بالأمس من أهم الأهداف التي نصب لتحقيقها خلال دراستنا للأخطار تواجه التنوع الحيوي أن تصف وأن تصفي أخطاراً تواجه التنوع الحيوي وهو ماذا سيكون درسنا لهذا اليوم ومن أهم أهدافنا لدرس هذا اليوم أن تصف وتصفي كيف يؤثر تدني أعداد النوع الواحد من المخلوقات الحية في النظام البيئي بأكمله العوامل التي تهدد التنوع الحيوي بعد الانقراضات الجماعية التي حدثت في الماضي عاد التنوع الحيوي بعد عدة ملايين من السنين دائما نشوف في الأفلام الوثائقية في الكتب في الأفلام التي تستعرض المخلوقات التي انقرضت يذكرون أسباب الانقراض هناك تحليلات كبيرة للعلماء أغلب العلماء أجمعوا أن الكرة الأرضية استضمت بكويكب كانت سرعة عالية أدى للغبار أدى لتغيرات مناخية مختلفة في هذه أو على كوكب الأرض مما أدى إلى نفوك مجموعة كبيرة من المخلوقات الحية ولكن بعد ملايين السنين استطاعت الكرة الأرضية أن تعود لطبيعتها أن تظهر أنواع جديدة مختلفة نمت على الكرة الأرضية ولكن هذه الأنواع الجديدة هذا التنوع الحيوي الجديد اليوم أيضا يواجه أخطار الانقراض يشير العلماء إلى أن سرعة الانقراض التي نواجهها اليوم تختلف عن الانقراض الجماعي في الماضي فسرعة الانقراض الحالية هي بسبب نشاطات الإنسان لوحده أو بسبب ما نسميه النشاطات البشرية العلماء يحملون الإنسان المسؤولية عن ما يحدث من انقراضات للتنوع الحيوي من خلال النشاطات التي يقوم بها الإنسان هذه النشاطات أدت إلى سرعة وتزايد كبير في الانقراض التدريجي ومثل ما ذكرنا في درسنا الماضي أن هذه السرعة قد تحدث لدينا انقراض جماعي لجماعات المخلوقات الحية تغيير الإنسان لظروف الأرض أسرع من التكيف بصفات جديدة للعيش في الظروف الجديدة نحن نعرف التكيف في العلوم بالمتوسط أو خلال دراستنا لمكرر أحياء واحد ذكرنا أن التكيف هو انتخاب مجموعة من المخلوقات الحية أن المخلوقات الحية هذه استطاعت امتلاك صفات ساعدتها في التكيف مع الظروف الجديدة مع البيئة الجديدة سرعة التغير التي تحدثها النشاطات البشرية لم تسمح للمخلوقات بتكوين صفات لمقاومة هذه التغيرات لمقاومة هذه الظروف الجديدة فالسرعة العالية التزايد كبير المخلوقات التنوع الحيوي لم يستطع مواجهة هذه الظروف المتغيرة هذه البيئات المختلفة لذلك أدى للانقراض التدريجي بشكل كبير وشكل سريع قد لا تتوفر للأنواع التي تظهر الموارد الطبيعية التي تحتاجها إذن النشاطات البشرية قد تلغي قد تكون حاجز ما بين هذه المخلوقات ما بين هذا التنوع الحيوي وما بين الموارد الطبيعية التي هي ضرورة لهذه المخلوقات لكي تعيش مثل المام مثل الهواء النقي مثل الطاقة الشمسية جميع المصادر الطبيعية عندما نتكلم عن مصادر طبيعية نعرف المصادر الطبيعية أو الموارد الطبيعية هي جميع المواد والمخلوقات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الغلاف الحيوي مثل المعادن، الوقود الأحفوري، الوقود النووي، النباتات، الحيوانات، التربة، الماء النقي، الهواء النقي الطاقة الشمسية، الكتاب ممكن ركز على النباتات والحيوانات بل هي جميع المخلوقات الحية تدخل من الموارد الطبيعية التي تحتاجها المخلوقات فالمخلوقات تتباين احتياجاتها من نوع إلى آخر العوامل التي تهدد التنوع الحيوي يبرز معنا، يظهر معنا أهم عوامل تهدد التنوع الحيوي واحد الذي هو الاستغلال الجائر وهو العوامل الذي سيتم دراسته خلال درسنا لهذا اليوم وفي العامل الثاني هو فقدان الموطن البيئي فقدان الموطن البيئي اليوم هو من أهم الأسباب التي أدت الانكراضات في السابق سوف نعرج عليها بتفصيل في الشرائح القادمة بإذن الله كان الاستغلال الجائر هو أهم الأسباب التي أدت لانكراضات المخلوقات الحية ولكن اليوم العلماء يتفقون أن فقدان الموطن البيئي هو أهم الأسباب التي أدت إلى الانكراض تجزئة الموطن البيئي كعامل ثالث أيضا التلوث من أهم الأسباب التي أدت للانقراض والأنواع الدخيلة كعامل خامس هدت المخلوقات الحية أو عامل ساعد في انقراض المخلوقات الحية إذن عندما نتكلم عن العوامل التي تهدد التنوع الحيوي العوامل التي أدت إلى انقراضات المخلوقات الحية لدينا خمسة عوامل الاستغلال الجائر وفقدان الموطن البيئي تجزئة الموطن البيئي التلوث والأنواع الدخيلة في الاستغلال الجائر مثل ما يظهر معنا في الصور هناك استغلال جائر لكمية الأخشاب لأحد الغابات أيضا استغلال جائر لأحد المخلوقات بصيدها بأعداد كبيرة بأهداف تجارية نقصد بالاستغلال الجائر هو الاستخدام الزائد للأنواع الحية التي لها قيمة اقتصادية قيمة اقتصادية من ناحية لحومها أو جلودها أو مثلا بعض الغزران يظهر معها تنتج المسك الحيتان كذلك فبحسب القيمة الاقتصادية لهذا المخلوق الحي يكون عليه توجه كبير في استياده للاستفادة منه تجاريا ثبت تاريخيا أن الاستغلال الجائر كان السبب الأساسي لإنقراض الأنواع الحيوية مثل ما ذكرنا في الشريحة السابقة كان بالفعل الاستغلال الجائر للمخلوقات الحية الاستخدام الزائد هو السبب الرئيسي في الانقراضات التي تعرضت لها جماعات المخلوقات الحية ولكن العلماء اليوم يتفقون أن فقدان الموطن البيئي مثل ما يظهر معنا في هذه الصورة فقدان الموطن البيئي كمثال في صورتنا هو أهم الأسباب في يومنا الحالي أو كعامل مهدد للجماعات الحيوية المهددة بالانقراض ولكن السبب الأول اليوم لانقراض نوع ما هو فقدان موطنها البيئي أو تدميره كمثال لدينا في السعودية تم صيد قطعان الوعل الكبيرة التي كانت تنتقل في جبال المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على لحمها وجلدها لبيعه حتى وصلت لحافة الانقراض الوعل يبرز لدينا من أهم الحيوانات أو من أهم الأنواع الموجودة في المملكة العربية السعودية تعرض هذه القطعان للصيد الجائر لاستخدام الجائر بأهداف تجارية أيضا استخدمت كألعاب رياضية أو منافسات رياضية في صيد الوعول هذه الاستخدامات هذا الاستخدام الزائد الاستفادة منها تجاريا عرضت هذه الوعول أن تكون من ضمن الحيوانات أو من ضمن المخلوقات الحية التي أصبحت على حافة الانقراض على حافة الانقراض ولكن المملكة ممثلة في هيئة الحماية الفطرية قدمت الكثير بإنشاء محميات خاصة فيها يبرز لدينا من أهم هذه المحميات محمية حوطة بني تميم وأطبيق يوجد حاليا أعداد منها في محمية الوعول بحوطة بني تميم وأطبيق عفوا هناك خطأ وأطبيق يقدر العدد المتبقي منها بما يقارب حوالي 300 وعل تقريبا ويظهر معنا في الصور صور ملتقطة من داخل محمية حوطة بني تميم المهتمة بالحماية الفطرية ومن أبرز الحيوانات التي تهتم برعايتها هو الوعل كحيوان ثاني كمثال ثاني للمخلوقات المهددة بالانقراض والتي تتواجد في المملكة العربية السعودية غزال العفري أو غزال دوركاس هذا الغزال من الأنواع المهددة بالانقراض كان يوجد بالمملكة بأعداد كبيرة الآن هو أيضا يواجه خطر الانقراض وبنفس الهدف الصيد الجائر استفادة من لحومها بيعها تجاريا استفادة من جلودها كل هذه الأسباب أدت إلى استغلالها بشكل كبير مما عرضها للخطر والتناقص في أعدادها أهم أسباب نقصان أعداد هذا الغزال هو فقدانه لموطنه البيئي أيضا القيمة الاقتصادية للفرو الذي يغطيه والحصول على لحمه تبرز من أهم الأسباب التي جعلت هذا الغزال يتعرض للانقراض ويصبح مهدد بالخطر ويبرز معنا كآخر مثال في درسنا لهذا اليوم النمر العربي أيضا هو مهدد بالانقراض لعدة أسباب من أهمها القضاء على الموطن لو نلاحظ في كل التصورات في كل الأمثلة ذكرناها يبرز لدينا الموطن كأهم سبب لانقراض المخلوقات الحية الفقدان الموطن البيئي هو أهم سبب لانقراض المخلوق الحي أيضا استياد النمر واستفادة من جلده تجاري برز من أهم الأسباب التي أدت إلى تناقص أعداده وتهديد هذا النوع كذلك صيد الفرائس التي يتغذى عليها النمر أدت إلى نقصان النمر إذن هنا بطريقة غير مباشرة نحن أثرنا على النمر عندما قضينا على الفرائس التي يتغذى عليها النمر ساعدنا في نقصان عدد النمر وممكن مرز معنا هذا في عملية الافتراس في بابنا السابق لاحظنا أن اختفاء الفريسة يؤثر في عدد المفترس قبل أن نتكلم عن المناقشة استعراض سريع لما تم دراسته لهذا اليوم اتفقنا سويا أن التسارع الكبير في الانقراض التدريجي مثل ما اتفقنا في الدرس الماضي أصبح التسارع أكثر بألف مرة من الانقراض الطبيعي هذا سيؤدي العلماء يتوقعون أنه سيؤدي إلى انقراض جماعي العلماء يتفقون أن أهم الأسباب لانقراض المخلوقات الحية هو في السابق هو الاستغلال الجائر اليوم يبرز لدينا أهم سبب لانقراض المخلوقات الحية هو فقدانها للموطن البيئي لدينا خمسة عوامل رئيسة تهدد المخلوقات الحية بالانقراض أولاها الاستغلال الجائر فقدان الموطن البيئي تجزئة الموطن البيئي التلوث وأخيرا الاستيطان والأنواع الدخيلة ذكرنا ثلاثة أمثلة من المخلوقات أو من الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية الوعل والغزالة العفري والنمر العربي في نهاية الدرس لدينا مناقشة بسيطة حدد حددي أهم أسباب الانقراض سابقا وحاليا أو أهم سبب للانقراض سابقا وحاليا إذن ممكن هذه أكثر نقطة علقنا عليها أثناء الدرس اتفقنا أن العلماء متفقين أن الاستغلال الجائر هو أهم الأسباب في السابق لانقراض المخلوقات الحية والآن جميعا نتفق أن فقدان الموطن البيئي هو السبب الأهم في انقراض المخلوقات الحية وأعطي مثالين للحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية ذكرنا ثلاثة أمثلة من ضمن المخلوقات الحية أو الحيوانات المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية النمر العربي الوعل ومثل ما ذكرنا الغزال العفري يتفق العلماء أن سرعة الانقراض التي نشهدها اليوم هي بفعل نشاطات المفترسات الطفيليات أم النشاطات البشرية العلماء يحملون الإنسان المسؤولية الأولى في حدوث هذه الانقراضات للمخلوقات الحية رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بالمراجع والمصادر وإعداد الملاحظ المرحلة الثامنة وهي تصميم البحث وإخراجه في صورته النهائية بعد ذلك نأتي المرحلة الأخيرة التاسعة وهي ماذا مناقشة البحث اليوم بإذن الله في موضوع درسنا بإذن الله سوف يكون عن ماذا يا شباب عن تطبيق وهذه المرحلة الأولى والتي هي ماذا تحديد مشكلة البحث إذن ذكرنا لكم بإذن الله ضمن هذه المراحل وضمن هذه الخطوات بإذن الله سوف نقوم وياكم تطبيق سويا على هذه الخطوات مرتبة على هذه المراحل إذن بالمرحلة اليوم الأولى وهي ماذا إذن مشكلة البحث وتحديد موضوع البحث يتوقع من الطالب بعد نهاية هذا الدرس أن يحقق هذه الأدافة بكفاءة وهي أن يحدد مفهوم المشكلة وأن يوضح طرق صياغة البحث حتى تكون محددة ويشارك في حل مشكلات مجتمعه سواء داخل مدرسة أو خارجها إذن اليوم ذكرنا الخطوة الأولى لدينا والتي هي ماذا مشكلة البحث وتحديد موضوع البحث ما معنى كلمة مشكلة؟ ما معنى كلمة مشكلة؟ دائما ما نسمعه دائما ما نردد مشكلة عند مثلا وجود خطأ ما أو وجود مشكلة ما فنسمع بكلمة مشكلة فما المقصود بمعنى كلمة مشكلة؟ مفهوم المشكلة سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة على سبيل مثال ماذا؟ ما هو التأثير برامج تلفزيونية محددة على تربية الأطفال والجيل الناشر من أفراد المجتمع؟ أيضا من مفهوم المشكلة ماذا؟ إما يكون أيضا موقف غامض ويحتاج إلى إيضاح وتفسير محدد إذن إما لدينا مفهوم المشكلة إما سؤال يحتاج إلى توضيح وإجابة أو موقف غامض وهذا الموقف يحتاج إلى إيضاح وتفسير محدد على سبيل المثال تأخر معاملات المراجعين في دائرة ما أو مؤسسة معينة بالرغم من وجود أدد كبير من الموظفين في تركاء المؤسسة إذن نحن من خلال هذا المفهوم المشكلة إذن ذكرنا لدينا ما هو مقصود بالمشكلة إما سؤال يحتاج إلى توضيح أو إما موقف غامض يحتاج إلى إيضاح وتفسير محدد نأتي بعد ذلك إلى مصادر الحصول على المشكلة مصادر الحصول على المشكلة لدينا الأولى وهي ماذا؟ الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث أيضا لدينا القراءات والدراسات المختلفة من خلال الإطلاع والقراءة يستطيع أن يحدد مشكلة موضوع بحثه وأيضا الأبحاث السابقة من خلال الدراسات والإطلاع على توصيات البحث إذن لنا هنا نستطيع أن الحصول من مصادر الحصول على المشكلة الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث إذن من خلال ما يقوم به الفرد من تجاربه مثلا الحياتية وخبرته الشخصية يستطيع أن يجد مثلا أو أن يحصل على مشكلة معينة من خلال ما يمارسه من هذه التجارب الشخصية أو أيضا يستطيع الحصول على المشكلة من خلال ماذا؟ من خلال القراءات والدراسات المختلفة وهو أيضا من خلال الإطلاع والقراءة يستطيع أن يحدد مشكلة وموضوع بحثه من خلال ما يقوم إذن البحث من الإطلاع على مصادر المعلومات إما بأشكالها المقالات العلمية والدوريات والكتب فالباحث ينمي أفكاره ويستطيع أن يحدد مثلا إيضاح أو أن يحدد مثلا معرفة وجود مشكلة معينة أيضا من خلال مصادر الحصول على المشكلة أيضا من ماذا؟ من خلال الأبحاث السابقة من خلال الدراسات والإطلاع على توصيات البحث وهذا تساعد الباحث على ماذا؟ بحيث أن توصيات البحث بعض الباحثين يترك في نهاية بحثه عدد من التوصيات التي توصي البحث بعده أن يقوموا بوجود مثلا دراسة لهذه المشكلة معينة مثلا لم يجد لها حل فيترك له مجال لبحاث آخرين يكملون هذه المسيرة وهذه المشكلة نأتي بعد ذلك إلى اختيار المشكلة ويراعي فيها ماذا؟ يراعي فيها اهتمام الباحث وميوله أيضا قدرة الباحث العلمية والبحثية والفائدة النفعية من البحث وأيضا توفر المعلومات والمراجع المتعلقة بالبحث وتوفر الإمكانات المادية اهتمامات الباحث وميوله ذكرنا لكم أنه لابد أن الباحث عند اختياره للمشكلة أو لدراسة مشكلة معينة فهو يحدد مثلا موضوعا ليناسق ميوله حتى يستطيع إلى مثلا فهم هذه الدراسة وفهم أيضا المشكلة فإذا لابد أن يوافق الباحث باهتمامه وميوله أيضا قدرة الباحث العلمية والبحثية من خلال ما يقوم بقدرة الباحث على كيفية الوصول إلى مصادر المعلومات بجميع أشكالها إما المطبوعة وما تعلمه وقام بتطبيق مثلا من خلال تطبيقات وكيفية الوصول إلى مصادر المعلومات أيضا فإذا تساعد الباحث على سهولة الوصول إلى مشكلة مثلا معينة أيضا يراعي الفائدة النفعية من البحث الفائدة النفعية من البحث ولابد أن تستشعر عند قيامك بدراسة مشكلة أو بوضع مشكلة معينة فما الهدف أو ما الفائدة بعد نهاية هذا البحث بتكون أن أديت وقمت بوجود مثلا مشكلة معينة وإيضاح مسألة معينة أو مشكلة معينة بتنفع بها المجتمع أيضا توفر المعلومات والمراجع المتعلقة بالبحث ولابد هنا الباحث أن يتأكد من توافر ووجود المراجع الخاصة لموضوع بحثه ومشكلة بحثه حتى يتسنى له المسيرة والوصول إلى النهاية وإيجاد هذه المشكلة من خلال توفر المعلومات والمراجع أيضا توفر إمكانات المادية ألا بعض الباحث أن يضعب بحسباني أن قد بعض الأبحاث تحتاج إلى وجود مثلا تكاليف مادية نأتي بعد ذلك إلى لدينا الآن تحديد المشكلة ومعنى تحديد المشكلة ما هي لدينا الآن تحديد المشكلة وما معنى تحديد المشكلة بحيث أن نقوم بماذا؟ صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومحددة ومفهومة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها عن سائر مجالات الأخرى إذن معنى تحديد المشكلة ماذا؟ بأنها صياغة المشكلة في عبارات واضحة لا بد أن تقوم عند اختيارك المشكلة والتحدد المشكلة لا بد أن يقوم الباحث بصياغة هذه المشكلة في جمل واضحة وسهلة تكون مضمونة أيضا مضمون هذه المشكلة سهل الوصول أو سهل الفهم للباحث أو للمشكلة المراد لدراسة هذه المشكلة أيضا بحيث أن تحديد هذه المشكلة أو هذه صياغة المشكلة بعبارات واضحة لا بد أن تصاب بماذا يا شباب؟ يتم صياغة مشكلة البحث لدينا بطريقتين إما الأولى صياغة لفظية تقريرية أو ستكون صياغة على هيئة سؤال إذن هذه صياغة المشكلة لا بد أن يقوم الباحث بوضعها إما تكون بصياغة لفظية تقريرية مثلا بجملة خبرية على سبيل المثال لو ذكرنا علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة الابتدائية إذن على سبيل المثال علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة الابتدائية الصيغة الأخرى تأتي التي تكون على ماذا؟ على هيئة سؤال والتي هي ماذا؟ مثلا على سبيل المثال ما أثر الذكاء على التحصيل الدراسي عند الطلاب المرحلة التدائية إذن لاحظة الآن هذه الصيغة الأخرى والتي هي ما أثر التي تكون على صيغة سؤال فالباحث عندما يقوم إذن بوضع هذه التساؤلات أو هذه المشكلة بهذه التساؤلات إما تكون بصيغة لفظية تقليلية أو خبرية أو تكون على هيئة سؤال مباشر مثلا ما أثر الذكاء على التحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة التدائية بعد ذلك عندما يقوم الباحث بصياغة هذه المشكلة لابد أن يراعي ماذا؟ وضوح الصياغة ودقتها لابد أن تكون إذن صياغة هذه المشكلة تكون واضحة أيضا لأن صياغة المشكلة على هيئة سؤال هو أكثر تحديدا ووضوحا ودقة من صياغتها بشكل تقليل أي نطرح المشكلة في سؤال مباشر عندما يقوم الباحث بطرح مثلا سؤال بطريقة مباشرة من خلال مثلا تساؤل معين بالصيغة التي هي بالصيغة على هيئة سؤال هي تكون أكثر ووضوح ودقة إلى أن يصل ماذا؟ حتى تتضمن الصياغة متغيرات الدراسة وهو كما مثلا ما ذكرنا في مثالنا السابق فالمتغيرات ماذا هي الدكاء والدكاء والتحصيل الدراسي إذن بعد ذلك نحقق بعد ذلك هدف الوصول إلى هذه المشكلة بعد ذلك ذكرنا صياغة المشكلة نأتي إلى معايير تقويم مشكلة البحث بحيث أننا لابد من ضمن هذه المشكلة أن ماذا؟ تعالج المشكلة موضوعا حديثا أو موضوعا مكررا هل تعالج المشكلة موضوعا حديثا أم موضوعا مكررا أيضا هل تمت صياغة المشكلة بعبارات واضحة ومحددة؟ هل ستؤدي هذه المشكلة إلى توجيه الاهتمام ببحث ودراسات أخرى؟ وهل يمكن تعميم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال بحث هذه المشكلة؟ إذن بعد ذلك عندما قمت بتحديد واختيار المشكلة ثم تقوم بصياغة هذه المشكلة وحصولك وذكرنا لكم المصادر لحصول المشكلة تأتي بدل ذلك إلى كيف تقوم بوضع هذه المعايير التي تقوم بها تقويم بعد أن حصلت على المشكلة بحيث أن هذه المشكلة ماذا؟ هل هذه مشكلة؟ هل تعالج موضوعا حديثا أم موضوعا مكررا؟ بحيث أن هذه المشكلة لا بد أن تكون ماذا؟ لم يتم دراستها من قبل فيسعى الباحث إلى وجود مشكلة حتى يصل إلى مشكلة جديدة بعد ذلك يضع بالحسبان هل تمت صياغة المشكلة بعبارات واضحة أو محدة؟ ذكرنا لكم من خلال ما يقوم بوضع هذه الصياغات الأسلة لا بد أن يتأكد أن هل هذه التساؤلات التي قام الباحث بوضعها هل وضعها بشكل مناسب وشكل صحيح؟ أيضا هل ستؤدي هذه المشكلة إلى توجيه الاهتمام ببحث ودراسات أخرى؟ أيضا هل يمكن تعميم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال بحث هذه المشكلة؟ لابد أن يضع بحسبان ما الذي توصل إليه بعد حصوله على المشكلة؟ ما النتائج التي توصل إليها الباحث؟ لدينا بعض الأنشطة التي لديكم في المنهج في الكتاب الأولى لاحظ معلم مثلا لغة عربية أثناء شرحه للدرس وجود شرد ذهني وانشغال الطلاب بالأحاديث الجانبية لمعظم مثلا طلاب الفصل وأيضا الثاني أحس الطالب مثلا محمد بوجود تأخر صباحي ملحوظ لطلاب درسته تعاون مع أفراد مجموعتك في تحديث هذه المشكلة للبحث فيها ومصورة التي يمكن أن تصاق عليها النشاط الآخر حدد نوع المشكلة التي تريد البحث فيها مراعيا المعايير التي درستها ثم أعرضها على معلمك بعد ذلك إذا نأتي إلى نهاية حديثنا لملخص درسنا اليوم تحدثنا عن مفهوم المشكلة وذكرنا أنه بإما سؤال يحتاج إلى ماذا إلى توضيح وإجابة أو يكون مثلا موقف غامض ويحتاج أيضا إلى إيضاح وتفسير محدد ذكرنا من مصادر الحصول على المشكلة لا بد أن تكون الخبرة الشخصية واهتمامات الباحث وإيضا القراءة والدراسات السابقة والمختلفة من خلال الإطلاع والقراءة يستطيع أن يحدد مشكلة موضوع بحثه وأيضا إبحاث السابقة من خلال دراسات والإطلاع على توصيات البحوث ذكرنا لكم عند اختيار مشكلة ماذا أن يراعي فيها اهتمام الباحث وميوله وأيضا قدرة الباحث العلمية والبحثية وما الفائدة النفعية من البحث وأيضا توفر المعلومات والمراجع المتعلقة بالبحث وتوفر الإمكانات المادية تحدثنا أيضا معايير تقييم مشكلة البحث أنها هل تعالج هذه المشكلة موضوعا حديثا أو موضوعا مكررا أيضا هل تمت صياغة المشكلة بعبارات واضحة ومحدة وهل ستؤدي هذه المشكلة إلى توجه الاهتمام ببحث دراسات أخرى وهل يمكن تعميم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال بحث هذه المشكلة تحدثنا أيضا عن صياغة المشكلة حيث يتم صياغة المشكلة ذكرنا أن بطريقتين إما صياغة لفظية تقليلية أو صياغة على هيئة سؤال وأيضا ذكرنا بعد ذلك يراعي ماذا وضوح الصياغة ودقتها وتتضمن الصياغة متغيرات الدراسة بعد ذلك بعد حديثنا لابد الآن بعد حديثنا لهذه المرحلة الأولى والتي هي تحديد المشكلة وذكرنا أنها من ضمن خطوات ومراحل البحث الأنمي لابد لنا كل طالب وطالبة يقوم بتطبيق هذه المهارات وقيام كل طالبة وطالبة باختيار مشكلة مناسبة توافق مثلا مع ويراعي بها مثلا ميوله واهتمامه أيضا يقوم باختيار مشكلة من خلال تجاربه وتجاربه اليومية فلابد على كل طالب أن يقوم من بداية هذا الدرس أن يقوم باختيار مشكلة حتى يتم تطبيق هذه المهارات وتوافق مع معلمك بتطبيق هذه المهارات وهذه الخطوات وهذه المراحل الدراسة بإذن الله سوف نكمل هذه الخطوات المراحل بإذن الله نصل إلى نهاية إعداد هذا البحث العلمي بجميع مراحله وجميع خطواته إذن نكون بذلك اليوم أنهينا هذا الدرس هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر بينما يتم استغلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اتخذ قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر